فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين وهم أمة محمد حقيقة نعم فهذا الوصفين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الإيمان والجهاد والهجرة والأصل هو الإيمان هو أصل الأعمال الجهاد والهجرة تابعان من الإيمان هما من الإيمان لأن الأعمال تدخل في حقيقة الإيمان فهذا الوصفين باقيان إلى أن تقوم الساعة من جمع بينهما حقيقة فإنه هو المسلم حقا فإن كان قد أكمل هذين الوصفين فهو مؤمن للإيمان الكامل وإن كان نقص من هذين شيئا فإنه مؤمن ناقص الإيمان وإن كان فقدهما نهائيا فليس من أهل الإيمان